لم تمر أكثر من خمسة دقائق على تسكيته أميناً عاماً بالنيابة لحزب تجمع الوطني الديمقراطي حتى كشف أحمد أويحيا عن أولى المهام التي عاد لأجلها حيث وجه دعوة لأحزاب السلطة إلى إعادة بعث التحالف الرئاسي رفقة حزب جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية لكن ندعو شركانا في الخيار الاستراتيجي السياسي وهم حزب جبهة التحرير الوطني حزب التاج وحركة أمبيا هادف الدرجة الأولى إلى التشاور والعمل لتأسيس قطب سياسي مشترك لتأسيس دعمنا لرئيس الجمهورية ولتقوية صوتنا في النقاش السياسي في الساحة على خط سعداني صار أويحيا بتجديد دعمه للرئيس بوتفليقة وبرنامجه وبدعوته سعداني إلى إحياء التكتل رئاسي مع تعويذ حركة حمس التي طلقت سياسة المشاركة بكل من حزب تاج والحركة الشعبية أو ما يسمى بأحزاب الوزراء عودة أويحيا وإعلانه ميلاد تكتل رئاسي جديد يرى المراقبون أنه جاء لرد على تكتلات السياسية المعارضة أبرزها التنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي ترافع لضرورة إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مستغلة الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة تحالف يرى المتتبعون للشأن السياسي أنه آدات لتمرير وتزكية مشاريع السلطة المستقبلية في مقدمتها تعديل الدستور والتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة التي بدأت معالمها تتشكل بتقوية حزبي السلطة الأفلان والأرندي